اللهم صلي وسلم وبرك على نبينا محمد اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة زراعة الجهنمية من العقل بطريقة سهلة جدا باستخدام زجاجة زي ما حضركم شايفين كده الطريقة دي ميزيتها ان هي بتوفر درجة الحرارة المناسبة والرتوبة المناسبة لزراعة العقل هنتعلمها ان شاء الله في الفيديو ده كل اللي احنا محتاجينه تربة خصبة وزجاجة كبيرة زي ما انتم شايفين كده وطبعا العقل تكون لسه مقطوعة من شجرة الجهنمية اول حاجة بنقص منها الاوراق عشان اه ما تمتصش العسارة من النباد بعد ما بنقص كل الاوراق طبعا اي ورق لازم يتقص ده قعدة اساسية في اي عشان ما تاخدش منها العسارة بنقطعها حوالي كل عقلة حوالي شبر تقريبا او عشرين سنتي مش شرط طول معين قطعنا العقلتين بتاعنا اهو ممكن نحط هرمون تجزير ممكن ما نحطش عادي ينفع نستخدم جلل الاوليفيرا كهرمون تجزير مفيد جدا بالنسبة لشجرة الجهنمية فهي مش محتاجة لانه اه ما شاء الله نبات شغال بيشتغل جزور بسرعة وبيشتغل على طول بنزرقه طبعا لازم نعرف الاتجاه بتاعه الاتجاه سواء كان الاسفل او الاعلى نعرفه عشان اه يطلع معانا ويشتغل معانا طبعا الراي بيكون راي في الطريقة دي بيكون راي رش التربة فقط وكل اسبوع لان الزجاجة هتحتفظ بالمية وبالرطوبة فيها لازم نقفلها كويس ونسيب فتح التهوية بسيطة عشان ما يعملش احتباس حراري جوه الازازة بعد حوالي 3 اسابيع ده كانت شكلها ما شاء الله اشتغلت معانا نقدر ننقلها بعد شهر او شهر ونص زي ما انتم شايفين اتلاقوا معانا الشجرة ما شاء الله العقل بيزن الحمد لله يعني اشتغلت وطلعت معانا ازهار كمان في نموات خضرية بس لسه صغيرة اه طبعا مهم جدا في الزراع العناية بها والاهتمام بها اسبوعيا او كل 3 ايام على حسب الجو سواء في الري او في التربة بتاعتنا اشتغلت وطلعت